الفلفل الرومي زي ما انت شافين الاخضر والاحمر والاصفر في الالوان هو ده المحاصيل في محافظة اللي هنسمع تفاصيل الموضوع اتعرف عليك. مش هو فريج. قل لي اه زراعة الفلفل وتكلمني شوية عن زراعة الفلفل. هو زراعة الفلفل مش وحش يعني الحمد لله نشكر ربنا كويس السنة دي. بس هو يعني فيه السنة يعني نسبة تسجيد كتيرة. بس الحمد لله يعني برضي هنحاول نتغلب عليها. بالنسبة للرش يعني المبدات. مم. الحمد لله نشكر ربنا. بس هو يعني الفلفل يعني ايه. اللي يبدأ معنا من من شهر تمانية. ده الحشاد. ايو. يعني من سبعة ياخد سبعة كله تمانية. مم. بس والحمد لله هو كويس. الفدان يجي كامل. هو ما يجمع كله حوالي اتناشر يوم تلاتاشر يوم. طيب في الجامعة يعمل كامل فدان. يعمل له من طن لطن ونص. من طن لطن ونص. ايه. هو بداية زراعته امتي طيب. بداية زراعته يبدأ معنا من اا يعني نص خمسة اول ستة. تزرع نص خمسة اول ستة. مسلا. تبدأ حصات فشار تمانية. ايه. وفنكم فول سبعة حسب الارض برضي. كل الارض. يتم جامعة وكم جامعة يعني كم يعني كم مرة تجمع فيه. حوالي عشر مرات. عشر مرات يتم حصات الفلفل فيها. ايه. تمام. طيب اا الفلفل ليه طريقة معينة في الزراعة. طبعا نايمة. لازم نتبع فيه صرايب زي كده اوات. مساطر. ام. عشان احنا احنا من نجي نمشي على المسطب دي. يعني لازم نتزلع على مساطر. ايه. ام. في ناس تعملوا اا سرابة صغير زي بتاع الجزر كده. ام. مش مطبه افضل يعني ايه? بنسبة للنجاوة وفي الشوف. ده اسم الفلفل ده ايه? ده اسمه كاسر السويس. كاسر السويس. ده هو الفلفل الرومي. ايه. اعتبر انضغ فلفل اا اللي هو شغال على طول حاليا يعني في الصيح. يتجمع اتنشر جامعة. ايه اتنشر جامعة عشر جامعات حاجة. المرة الواحدة. اا. الفدان من طن لطن ونصف. ايه. طب قل لي اه سعره كام? سعره حلو يعني مرضى للمزارع? حلو وقوية. بقى هو نسبة للغالة يعني فيه معاكل لحد خمسة جنيه بس برضو بيغطي مصاريفه برضو بالعاكل. عشانه برضو كل حاجة خالية.